مبارح الفنان أحمد أمين كتب على صفحته الرسمية على فيسبوك وقال سعيد جدا أن يكون رئيس مهرجان نبتة الأول للأطفال برعاية شركة المتحدة للخدمات الإعلامية على هامش مهرجان العالمين وبإعلان انطلاق مهرجان نبتة النهاردة حلم وبيضحق كمان هو قال أنه الناس هتقول عليه يمكن أنه مكبر الموضوع على مهرجان صغير للأطفال لكن بكرة المهرجان يكبر ويبقى هو كمان رئيس مهرجان كبير للكبار لكن اللي نفسه فيه بجد أن نبتة هو اللي يكبر معاه ومعنا طبعا وجه التحية والامتنان لكل الأطفال اللي هم السبب فيه اللي هو وصل لي مش بس لأنه طبعا قال يعني أنه اشتغلت في الكتابة أو على الكتابة للأطفال من عشر سنين من عمري ما بين الصحافة والأعمال الفنية والكرتون لكن بيتعلم من الأطفال كل يوم بيتعلم من خيالهم من نظرتهم الإيجابية للحياة من بسطتهم وكمان انطلاقهم وبيحاول أنه يبقى جنبهم باستمرار ومعاهم يمكن ألحق الطفل اللي جواد هو اللي بيقول بقى طبعا قبله ما يكبر ويعجز كمان شكر كل شباب فريق نبتة واحد واحد وعلى رأسهم دكتورة ناش وجاد رئيس مجلس إدارة نبتة وكمان وجه الشكر للفنانة الكبيرة دنيا سمير غانا معالح حمسها للمشاركة فيه مهرجان ده بعمل فني ليها واللي كان طبعا هو متأكد أنه هيكون إضافة مؤثرة ومحبوبة كعادتها أفكار كتيرة موجودة ومجهود كبير جدا والأهم هي نية الخير وكمان وعدنا أنه يحاول على قد ما يقدر أنه يعمل حاجة تحترم الطفل وتسعده وتسعد الأطفال وفي انتظار كمان مشاركة الجهات والأفراد بأعمال وأفكار تليق بالطفل المصري والعربي وهيتم الإعلان عن كل التفاصيل قريبا جدا ترجمة نانسي قنقر